أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الأول في تفسير سورة الشورى وهي من السور المكية التي تهتم بقضية الوحي والرسالة وما أكثر ما يذكر الله جل جلاله في السور المكية ما يتعلق بالوحي وأنه من عند الله سبحانه وتعالى كما أن في السورة أيضا دحض حجج أو دحض شبهات المكذبين لرسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكعادة السور المكية غالبا تبتدي بالحروف المقطعة فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف وزيادة الحروف هنا هي أكثر السور زيادة في الحروف المقطعة في افتتاحها وقد مضى ما يتعلق بأوائل الحروف المقطعة في السور الماضية وأن أرجح الأقوال في هذا أن يقال الله تعالى أعلم بمراده بها مع الإشارة إلى أن مثل هذه الحروف المقطعة من أهم مقاصدها بيان عجز العرب عن معارضة القرآن الكريم وأنه مؤلف من مثل هذه الحروف التي هي بين أيديكم وتعرفونها يا معشر العرب فقال الله تبارك وتعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم فالوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه وخليل محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبقه أنبياء أوحى الله إليهم كذلك فما هو ببدع من الرسل ولا الوحي إليه عليه الصلاة والسلام بأمر غريب بل أوحى الله جل وعلا إليه هذا القرآن كما أوحى إلى من قبله قال الله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والوحي جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي كيف يأتيك الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ في اليوم وَلَقَدْ رَأَيْتُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيْتَفَصَّدُ عَرَقًا قال الله تعالى إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا فهذا الحديث يدل على أنواع الوحي وأيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم الذي له عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع الحكيم جل وعلا الذي لوصفت الحكمة في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ثم قال الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم التفطر تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن هو أن التشقق يعني أن السماوات تقارب التشقق والانفطار في هذه الآية الكريمة وللعلماء تفسيران الأول أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن خوفاً من الله جل جلاله وهيبةً وإجلالاً له لأنه قال جل وعلا وهو العلي العظيم ختم الآية بقوله وهو العلي العظيم ألا إن الله هو الغفور الرحيم قال وهو العلي العظيم في الآية السابقة ثم قال تكاد السماوات فدل على أن المراد أن السماوات تكاد تنفطر وتتشقق خوفاً من الله سبحانه وتعالى وهيبةً له وإجلالاً المعنى الثاني للمفسرين أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن من شدة عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض من كونه اتخذ ولداً وهذا الأمر الثاني يدل عليه آية مرت بناء في سورة مكية سابقة وهي قولوا تعالى وقالوا إنعم وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إدّا يعني شيئاً عظيماً تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّا أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً ولا شك أن المعنى الأول والمعنى الثاني كلاهما مراد وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماوة حقاً لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا هو ملك قائم أو ساجد أو راكع لله تبارك وتعالى ووصف الله تعالى الملائكة بقوله وهم من خشيته مشفقون فإذا كانت الملائكة كذلك تشفق وتخاف من الله تبارك وتعالى فالسماوات كذلك التي هي موضع الملائكة تكاد السماوات يتفطر من فوقهن يعني من فوقهن أي كل سماء تنفطر فوق التي تليها كل سماء تنفطر فوق السماء التي تليها تكاد السماوات يتفطر من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم يعني أنهم ينزهون الله جل جلاله عما لا يليق به ولا يجوز عليه والملائكة عباد مكرمون كما قال الله تبارك وتعالى بل عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وأيضا هم يسبحون بحمد الله ويقدسونه ويستغفرون للمؤمنين يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض من عباد الله وهذه الآية جاء تفسيرها في السورة التي مضت وهي سورة المؤمن سورة غافر ويقول تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الآيات والذين اتخذوا من دون طبعا الملائكة عليهم الصلاة والسلام يهتمون اهتماما كبيرا بأعمال العباد ومن لطف الله تبارك وتعالى وسيأتي في قوله الله لطيف سيأتي ان شاء الله أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة يثبتون المؤمنين ويعينونهم ويستغفرون لهم يدعون لهم فهم خير عون للمؤمن على طاعة الله سبحانه وتعالى ولهذا إذا حلت الملائكة في مكان حل فيه الخير وإذا خرجت الملائكة من مكان وصار محل للشر حلت فيه الشياطين التي هي ضد عمل الملائكة فكما أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الملائكة وعونهم للمؤمنين واستغفارهم للمؤمنين بالمقابل قال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا وقال إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فهنيئا لمن كانت ملائكة الرحمن تستغفر له وتعينه على الخير وتؤيده إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ويا ويل من كانت الشياطين عونا له على الشرك والكفر ومعصية الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء هؤلاء الكفار الذين عبدوا هذه الآله واتخذوها من دون الله طبعا الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما المراد بالأولياء إما أن يراد بالأولياء الشياطين كما في الآية الآن فهي الذكر إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون أو يراد بالكفار الذي اتخذوا أولياء الأوثان كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله وهذا يسمى عند العلماء اختلاف تنوع ومن القواعد المقررة عند العلماء التفسير أن الآية الكريمة إذا كانت تحتمل ثلاثة معاني أو تحتمل معنين أو أربعة أنه يحمل عليها على المعاني هذه كلها لأن القرآن حمال للوجوه ولأنه كلام الله سبحانه وتعالى فنحن نحمل عليه جميع الوجوه التي يحتملها نص الآية بلا تكلف بلا تكلف فهؤلاء الكفار اتخذوا هذه المعبودات اتخذوا الشياطين أولياء واتخذوا الأوثان أولياء وهذه الأوثان كل وثن وصنم عنده شيطان وقد جاء في هذا آثار وحديث متعددة في كون هؤلاء الشياطين يجلسون عند الأوثان والأصنام التي تعبد من دون الله يعززون عابديها ويلبون بعض حاجاتهم ليجرئوهم على الاستمرار في الشرك والكفر بالله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم وما أنت عليهم بوكيل فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمرهم ويحفظ أعمالهم ليجازيهم بها وما أنت عليهم بوكيل فالله جل وعلا لم يوكلك حتى تأخذ بذنوبهم ولا أيضا وكل إليك هدايتهم إنما عليك البلاغ إنما عليك البلاغ ثم قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا أي مثل ذلك الإحاء أوحينا إليك وأنزلنا عليك هذا القرآن الكريم باللسان العربي المبين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين باللسان العربي لتنذر أم القرى وهي مكة ومن حولها من حولها المراد به القرى المجاورة أو من حولها من الناس لتنذر أم القرى ومن حولها من القرى المجاورة إلى أن يصل لتنذر به ومن بلغ فهذا القرآن الكريم هو بالدرجة الأولى للعرب ولكنه أيضاً لهم ولغيرهم لكنهم المعنيون بهذا الأمر من جهة أنهم يجب أن يقوموا بهذا الدين وأن يبلغوه فإنه نزل بلسانهم وخوطبوا أول من خوطبهم ولم ينزل كتاب باللسان العربي غير هذا القرآن الكريم لتنذر أم القرى أم القرى ومن حولها من الناس وأيضاً من حولها من القرى وهذا شامل لجميع الأرض كما قال ابن عباس رضي الله عنه ومن حولها شامل لجميع الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع يوم الجمع اللي هو يوم يوم القيامة إذا جمع الله تعالى الناس ليوم لا ريب فيه قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ذلك يوم التغاب لا ريب فيه لا شك في وقوعه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله سبحانه وتعالى وأراد لجعل هؤلاء الناس أهل دين واحد لجعلهم أمة واحدة إما على هدى وإلا على ضلالة ولكن أراد سبحانه وتعالى ولا راد لمشيئته وحكم ولا راد لحكمه ولكن يدخل من يشاء في رحمته في الدين الحق وهو الإسلام والظالمون أي المشركون ما لهم من ولي يدفع عنهم العذاب ولا نصير ينصرهم في هذا المقام العظيم وهو مقام يوم القيامة يوم الجمع كما قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أم اتخذوا من دونه أولياء هذه جملة مستأنفة تقرر ما قبلها من انتفاء كون هؤلاء المشركين الظالمين من انتفاء أن يكون لهم ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء وهي الأصنام التي يعبدونها فالله هو الولي هو الحقيق أن يتخذ وليا سبحانه وتعالى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فهو سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحي المميت الذي هو أولى أن يعبد وحده لا شريك له ثم قال تبارك وتعالى وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءِ فَحُكْمُهُ إلى الله وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وهذه الآية الكريمة تدل على أن المرجع حال الاختلاف إنما هو إلى حكم الله سبحانه وتعالى فإذا اختلف الناس في أمر من الأمور أو شيء مما بينهم فيجب أن يرجعوا إلى حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من حكم الله كما قال تعالى وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقال تعالى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْهُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى فهنا يقول الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فالمرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي الحاكم بهذا الحكم هو الله جل وعلا عليه توكلت واعتمت في جميع أمور عليه عليه توكلت وإليه أنيب وهذا الأمر وهو قوله تعالى ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب كثيراً ما يجتمع في آية القرآن كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فالإنابة إلى الله وتفويض الأمور إليه هذه أصل عظيم من أصول الإيمان والتوكل عليه سبحانه وتعالى وحده ومن توكل على الله عز وجل وفوض أموره إليه ورجع إليه فإن الله سبحانه وتعالى يهديه في أمور دينه وفي أمور دنياه فقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ورحمته أن يهدي عباده لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ولهذا قال الله جل وعلا عليه توكلت وإليه أنيق أي أرجع في جميع أموري إليه فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض فهو الذي خلقه خلق السماوات والأرض وأبدع خلقهما وقد مر قول ابن عباس رضي الله عنهما كنت لا أعلم ما معنى فاطر حتى سمعت أعرابيا يخاص مؤخر في بئر ويقول أنا فطرتها يعني أنا ابتدأتها وأنا حفرتها يقول فعلمت ما معنى فاطر أي هو خالق وهو مبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي خلق لكم من جنسكم نساء والمراد حواء لأنه خلقت من ظلع آدم عليه السلام ثم جعل الله تعالى النسل بعد ذلك في الذرية ولهذا قال يذرأكم فيه والظاهر أن ضمير الخطاء في قول يذرأكم شامل للآدميين وللأنعام جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني ذكر وأنثى ومن الأنعام أيضا أزواجا ذكرا وأنثى يذرأكم فيه هذا يشمل الآدميين ويشمل الأنعام يذرأكم فيه ففيه راجع إلى ما ذكر من الذكور والإناث من بني آدم أو الأنعام في قول جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا فالله سبحانه وتعالى خلق وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى كما قال تعالى لعمار الكون وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى فالله سبحانه وتعالى جعل من الأنعام ذكر وأنثى وجعل من بني آدم ذكر وأنثى ليعمر الكون بأمره سبحانه وتعالى ينتفع الناس من الأنعام سواء كان من الذكور أو من الإناث من الآدميون الذكور والإناث ينتفعون من الأنعام ذكورها وإناثها يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه الآية الكريمة ويقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كثيراً ما يستدل بها أهل العلم على أمر عظيم وهو وهو أي نعم إثبات أسماء الله جل وعلا وصفاته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كما قال تعالى هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذين ظلوا في باب الأسمى والصفات فرق شتى منهم الممثلة ومنهم المعطلة ومنهم المؤولة نصة الآية الكريمة الشطر الجزء الأول في قوله تعالى ليس كمثله شيء هذا يرد على ليس كمثله شيء يرد على الممثلة الذين يزعمون أن صفات الخالق مثل صفات المخلوقين تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وهو السميع البصير ترد على الممثلة والذين هم نفات الصفات لأن التعطيل معناه النفي فالممعطلة هم الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى يقول لم يستوع العرش ليس له وجه ليس له يدين ليس له عينين تعالى الله عن ذلك ليس له سمع ليس له بصر فهؤلهم المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته فقول ليس كمثله شيء هذه ترد على الممثلة والمشبهة وقول وهو السميع البصير ترد على نفات الصفات على المعطلة الذين أنكروا صفات الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه ثم قال تبارك وتعالى شرع لكم من الدين له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم المقاليد هي المفاتيح والإقليد هو المفتاح له مقاليد السماوات والأرض فالله سبحانه وتعالى بيده أمر السماوات وأمر الأرض لا يخفى عليه شيء مما في السماوات ولا يخفى عليه شيء مما في الأرض فهو المالك للجميع يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فهو يوسع الرزق على بعض عباده ويضيق الرزق على آخرين وله في هذا الحكمة التامة والعلم الشامل سبحانه وبحمده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والعباد العباد تتفاوت أحوالهم فمن عباد الله من لا يصلح له إلا أن يكون رزقه كفافا فهذا أصلح لدينه ومن العباد من يصلح له التوسيع ومنهم ومنهم ولهذا ورد في بعض الآثار إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغليت لأفسدت عليه دينه وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغناء ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الصحة ولو أمرضت لأفسدت عليه دينه وإن من عباد من لا صلح له إلا المرض ولو أصححته لأفسدت عليه دينه فهو جل وعلا العليم بأحوال العباد والعليم بما يصلحهم ولهذا قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض كما في الآية الآتية وقال جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى فقال هنا يبسط الرزق لمن يشاء كل هذا تبع لحكمته سبحانه وتعالى تبع لحكمته جل وعلا فقال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم يضيق الرزق على بعض العباد ابتلا وامتحان وإنه بكل شيء عليم فهو لا يخفى عليه شيء من العالم العلوي ولا العالم السفلي ويعلم ما في الصدور يعلم السر وأخفى ثم قال تبارك وتعالى شرع لكم من الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك هذه الآية مع آية سورة الأحزاب جمعت أمر يتعلق بالنبيين ما هو؟ نعم هذه الآية في سورة الشورى مع آية سورة الأحزاب جمعت الخمسة أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وهم الذين قال الله فيهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وأيضا قوله تعالى في هذه الآية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية وفي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فالله تبارك وتعالى هنا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فالأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام جميعا كلهم دينهم واحد دينهم واحد وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن معاشر الأنبياء أولاد علات وأولاد العلات الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى فجميع الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام دعوتهم واحدة هي دعوة التوحيد فكل واحد منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إلها غيره فكل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام من آدم إلى محمد هي دعوتهم تدعو إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وحدة ولا الشركة لكن الشرائع تختلف الأحكام تختلف من عصر إلى آخر فمثلاً في عصر آدم عليه السلام كان يتزوج الأخ أخته لكن بعدهم في عهد نوح تغيرت الشرائع الأحكام بعض الشيء وهكذا إلى أن جاء عيسى فقال لبني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي يحرم عليكم يعني في التوراة ثم جاءت هذه الرسالة الشاملة الخاتمة وهي رسالة نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد المطلب العربي المكي الهاشمي القرشي فصارت عامة شاملة لجميع الثقلين الجن والإنس وصار القرآن العظيم مهيم على جميع الكتب السابقة وصارت رسالته صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها من الشرائع مهيملة عليها ومؤكدة على التوحيد الذي بعث به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام شرع لكم يا أمة محمد من الدين ما وصى به نوحا فأصول الشرائع لم تختلف أبدا والذي أوحينا إليك في هذا القرآن وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى كلهم أمروا بقوله أن أقيموا الدين أقيموا الدين أقيموا التوحيد وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة واجتناب والبعد عن كل ما يعبد من دون الله من الأحجار والملائكة والصالحين وأصحاب القبور والأصنام والأوثان والأنداد فكل هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام تطابقت شرائعهم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لا تتفرقوا فيه هنا فيه يرجع إلى ماذا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه في ماذا؟ ولا تتفرقوا فيه يعني في الدين راجع إلى الدين لأنه قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ويدل على قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه شق وعظم عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد ورفض الأوثان ويدل لذلك قوله تعالى في أول سورة صاد وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلياتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق كبر عليهم شق عليهم أنك تدعوهم إلى لا إله إلا الله تدعوهم إلى إفراد الله تعالى وحده بالعبادة دون سواه تدعوهم إلى نبذ الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله جل وعلا وحده يجتبي إليه من يشاء يختار ويصطفي لتوحيده ودينه من يشاء ويهدي إليه يوفق لدينه ويستخلص لعبادته من يرجع إلى طاعة ويقبل إلى عبادته ويهدي إليه من ينيب بالمناسبة الإنابة تعني الرجوع ومن الناس من إذا ذكرته بشيء أو نصحته يحتج عليك يقول لم يرد الله له هداية نقول كيف حكمت على نفسك هذا احتجاج مذموم قال الله عن المشركين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم ولا تخرصون ونقول لمن يقول هذا الكلام أقبل على الله ويهديك الله لأن الله يقول ويهدي إليه من أناب ويهدي إليه من ينيب أما أن تعرض عن الله كما يعرض الجمل الشارد عن أهله وتطلب الهداية فأنت لم تبذل أسباب الهداية فابذل أسباب الهداية أقبل على الله تعرض لرحمة الله ويهديك الله لأنه الجزاء من جنس العمل أما أن يعرض عن ربه تبارك وتعالى ويبارزه بالمحاربة والمعارضة وينصرف عن عبادته ثم يقول لم يكتب لهداية نقول أنت حكمت على نفسك وخرصت جئت بالكذب واقتحمت على علم الغيب اقتحمت على علم الغيب فافعل السبب ويهديك الله سبحانه وتعالى لأن الله جعل كما جعل جعل الله سبحانه وتعالى بحكمته كل شيء من الأشفياء جعل له مفتاح جعل له مفتاحاً وجعل له سبباً ثم قال تبارك وتعالى وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّنْ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ مَا تَفَرَّقُوا إِلَّا عَنْ عِلْمٍ بِأَنَّ الْفُرْقَةَ ظَلَالَةً ففعلوا ذلك التفرُّق للبغي بينهم بطلب الرئاسة والحمية وكان الآية تشير إلى قريش كان الآية تشير إلى قريش فإنهم تفرقوا بعدما جاءهم العلم هو محمد صلى الله عليه وسلم فمنهم من آمن ومنهم كفر وعند العلم قاعدة مفيدة يقول العبرة بعموم اللفظ فالآية عامة إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بغيا منهم عليه وقد كانوا يقولون ما قال الله عز وجل وأقسموا بالله جاهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا لماذا؟ كمل الآية استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحق المكر السيء إلا بأهله وقال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فهم اختلفوا لما طال بهم الأمد فهذه الآية يدخل فيها ويدخل تحتها معناها اليهود والنصارى وكذلك غيرهم قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال ولولا كلمة سبقت من ربك وهي تأخير العقوبة ولولا كلمة سبقت من ربك وهي تأخير العقوبة عنهم وإمهالهم إلى أجل مسمى وهو إلى أجل مسمى وهو وهو يوم القيامة كما قال تعالى بل الساعة موعدهم أو إلى الأجل الذي كتبه الله وقضاه في الدنيا إما بقتلهم أو أسرهم ونحو ذلك لقضي بينهم يعني لنزل العذاب بهم لنزل العذاب بهم لا محالة وإن الذين أورثوا الكتاب وهم اليهود والنصارى من بعدهم يعني من بعد من قبلهم من اليهود والنصارى لفي شك منه من القرآن أو من محمد عليه الصلاة والسلام مريب يعني موقع في الريب ولذلك لم يؤمنوا ولذلك لم يؤمنوا قال مجاهد معنى من بعدهم من قبلهم يعني من قبل المشركي مكة وهم اليهود والنصارى وقيل المراد كفار المشركين من العرب الذين ورثوا القرآن من بعد ما ورث أهل الكتاب كتابهم ووصفهم بأنهم في شك من القرآن مريب فهم شكوا في القرآن والعجيب أن التوراة والإنجيل إذا كان المراد أهل الكتاب التوراة والإنجيل بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشرت بكتابه كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين قال الله فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت فلذلك فادعوا واستقم يعني أدعوا إلى الله لأجل ما ذكر من التفرق والشك أو لأجل أن الله شرع من الدين ما شرع أدعوا إلى ربك أدعوا إلى الله وإلى توحيده واستقم على دينه فإن الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى من أعظم بل هي أعظم الأعمال الصالحة قال ابن القيم رحمه الله الدين كله في قوله تعالى فاستقم كما أمرت الدين كله في قوله تعالى فاستقم كما أمرت فلذلك فادعوا واستقم وقال تعالى في آخر سورة هود واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وخير الحاكمين والاستقامة تعني السداد أن يقوم الإنسان بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك الله مع دعوة الآخرين فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وهذه ميزة للنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وميزة لأمته أنهم يؤمنون بجميع الأنبياء السابقين وبجميع كتب الله التي أنزلها الله تعالى على رسله كما قال تعالى كل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلها اجتملت هذه الآية الكريمة فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت عشر كلمات مستقلات كل جملة منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها قالوا ما له نظير إلا آية الكرسي فإنها مثل هذه عشرة فصول فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم يعني ليس بيننا وبينكم خصومة فإنه قد ظهر الحق وبان فما الداعي للخصومة وليس المراد أنك تقيم الحجة لا ولا تجادل فإن الله سبحانه وتعالى قال وجادلهم بالتي أحسن لكن المراد لا حجة بيننا وبينكم يعني ليس بيننا وبينكم خصومة ولا نقاش بعد ظهور الحق وتبينه لا حجة بيننا وبينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير إليه المرجع والمآب سبحانه وبحمده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر